اعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه تقرر لمدة أربعة أيام من يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من يوليو حتى يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من يوليو تزامنا مع يوم الوقوف بعرفة وأيام عيد الأطحى المبارك الثلاثة تقرر ما يلي اقتصار إقامة صلاة عيد الأطحى بجامع الفاتح فقط لعدد محدود من المصلين لا يتجاوز الثلاثين مصلي يتم تحديدهم بدعوات شخصية صلوات الفروض خلال يوم وقفة عرفة وأيام عيد الأطحى المبارك الثلاثة ستكون في القاعات الداخلية للمساجد فقط من دون الساحات الخارجية وبما لا يتجاوز ثلاثين مصلي مع الالتزام الكامل بالمتطلبات الاحترازية المعلن عنها مسبقا وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب التجمعات والاختلاط خلال مناسبة عيد الأطحى المبارك حفاظا على الأرواح والصحة العامة ومنع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وخصوصا في ظل ظهور متحورات جديدة على المستوى العالمي وبناء على التوصيات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفي ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل إقرار المستوى البرتقالي من آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر